الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بالراشد السعدان حفظه الله يقدم في نصوص الصفات الحقيقة هذه القائدة الاصل في نصوص الصفات الحقيقة فلا يجوز ان ننتقل من حقيقة الكلام الى مجازه الا بقارنة صارفة ويبقى وجه ربك المراد حقيقة وجه الله على ما يليق به ولا حق لك ان تنتقل من حقيقة الكلام الى المجاز فتقول المراد ليس وجه الله وانما المراد به الذات لانك الان انتقلت من الحقيقة الى المجاز ولا يجوز الانتقال من الحقيقة إلى المجاز إلا بقرينة ولا قرينة هنا فالأصل هو البقاء على الحقيقة بل يداهم بسوطتان الأشاعر يقول ليس المقصود بها اليدين حقيقة وإنما النعمة والقدرة فنقول لما ما الذي حملك على الانتقال من الحقيقة إلى المجاز لما الأصل في الكلام البقاء على الحقيقة فأهل السنة لا يتعدون الحقيقة في نصوص الصفات مطلقة وأهل البدع كلهم عن بكرة أبيهم ينتقلون من حقيقة الكلام إلى إلى مجازه إلى مجازه وهذا لا يجوز إلا إذا كان الموجب للانتقال القرينة